مزيد من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله اللبناني والفصائل التابعة لإيران في سوريا والتي تصفر في الغالب عن سقوط قتلى وجرح في الطرف المستهدف بالإضافة إلى عناصر في قوات الحكومة السورية وسائل إعلام محلية أفادت بمقتل مسؤول النقل في حزب الله وسائقه جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في محيط مع بريابوس بريف دمشق عند الحدود السورية اللبنانية من الجانب السوري إضافة إلى إصابة عدد من الآخرين جاء هذا بعد ساعات من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسيارة إسرائيلية استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار فيلا لما تسمى بالفرق الرابعة التابعة لقوات الحكومة السورية قرب بلدة عفور بريف العاصمة دمشق المرصد الحقوقي أشار إلى أن الموقع المستهدف في منطقة يعفور كان يتردد إليه قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني دون ورود معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كما ونقل المرصد عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن رسائل تحذيرية وصلت إلى قائد قوات الفرقة الرابعة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في حال نقله سلاح من مخزون الفرقة العسكرية التي يقودها إلى لبنان مضيفاً أن ماهر الأسد لم يصب بالاستهداف ولم يكن متواجداً بالفيلا لحظة استهدافها وسبق للطيران الإسرائيلي أن استهدف موقعاً بالقرب من حاجز لقوات الحكومة السورية في منطقة وادي حنة بريف منطقة القصير جنوب غرب محافظة حمص على الحدود السورية اللبنانية